حبيب الغليين وأصدقاء الشاطرين أبطال سنة تانية اللي دايما متفوقين عايز أقول لكم وحشتوني جدا 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 السلام عليكم معكم مستر سعيد بدوي ومعنا إن شاء الله منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي وطبعا الكلام موجه لطلبة الصف الثاني وأيضا أولياء الأمور سواء أمهات أو أباء فطبعا متابعة الطفل مهمة جدا جدا في هذه الفيديوهات المنهج بتكون من محورين المحور الأول اسمه من أكون والمحور الثاني اسمه العالم من حولي المحور الأول فيه ثلاث موضوعات والمحور الثاني فيه ثلاث موضوعات معنا النهاردة المحور الأول الموضوع الأول يوم في حياتي الموضوع الأول معنا يوم في حياتي خلي بالك وانتبه للشرح وعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة ونبدأ بسم الله المحور الأول، من أكون؟ الموضوع الأول، يوم في حياتي قصة الاستماع، مسابقة القراءة مسابقة القراءة، قالت معلمة اللغة العربية سنبدأ مسابقة القراءة، استمعوا لزملائكم كما تودون أن يستمعوا إليكم المعلمة وقفت في الفصل، وقالت هنبدأ مسابقة القراءة ولكن الرجاء منكم أنكم تستمعوا لزملائكم يعني كل واحد يسمع لزميله، زي بالظبط ما هو يحب أنه هو يستمع إليه لما يتكلم كما تودون أن يستمعوا إليكم وتذكروا أن الأخطاء فرص للتعلم أن الأخطاء، يعني الخطأ ليس نهاية العالم ولكن الخطأ يتعلم منه الإنسان وتذكروا أن الأخطاء فرص للتعلم مدة المسابقة أسبوع، المسابقة مدتها أسبوع ثم سنعلن عن الفائزين والآن من يود المشاركة؟ دلوقتي من العيز يشارك؟ رفع حازم يده بينما يفكر في المسابقة الرياضية حازم رفع إيده، ولكنه كان بيفكر في المسابقة الرياضية بالك مشغول، فاختارته المعلمة هيا يا حازم، ابدأ القراءة قالت له هيا يا حازم، ابدأ القراءة فوقف مرتبكا، يعني وقف مثل أخبط لأنه كان باله مشغول في المسابقة الرياضية فوقف مرتبكا، وقرأ قليلا، وأخطأ كثيرا ثم شكرته المعلمة شكرا لمشاركتك المعلمة شكرته ولم توبخه ولم تؤنبه على أخطائه الكثيرة ولكن شكرته وقالت له شكرا لمشاركتك قراءتك علمتنا الكثير قراءتك علمتنا الكثير ومع التدريب ستتحسن يعني لم تحبطه ولم تؤنبه ولكنها شجعته ودعمته وحفزته أنه يتدرب ويتعلم أكثر ويتدرب حتى يتحسن اختارت المعلمة رضا بعد كده المعلمة اختارت رضا وبالفعل وقف رضا بثقة رضا وإف بثقة كل ثقة بنفسه وتنفس بهدوء تنفس بهدوء وقرأ بصوت ثابت ومرتفع فشكرته المعلمة يعني رضا أخذ كل الأسباب اللي تؤدي إلى أنه يقرأ قراءة جيدة وقف بثقة وتنفس بهدوء وقرأ بصوت ثابت ومرتفع فشكرته المعلمة المعلمة شكرته وقالت له أحسنت يا رضا قراءتك جيدة قراءتك جيدة ابتسم رضا وتمنى أرجو أن أكون من الفائزين في المسابقة يعني ألف نفسه متمنيا أرجو أن أكون من الفائزين في المسابقة في الفسحة وقف حازم أمام رضا حازم وقف قدام رضا وبدأ يسخر منه ويقلد قراءته أمام الجميع وعاد يستهزئ به ويسخر منه ويقلد وهو يقرأ قدام الفصل كله قدام زملاءه في الفسحة ويضحك ويقلد قراءته أمام الجميع ويضحك فغضب رضا بشدة رضا غضب بشدة أفكر ماذا أفعل يعني الأعملي هل أضربه أم أصرخ وأبكي حازم يريدني أن أغضب وأثور حازم يريدني أن أغضب وأثور حازم يريدني أن أغضب وأثور أم أسخر منه كذلك وأكون مثله يعني أعمل إيه يعني أغضب وأثور ولا أسخر منه زي ما هو سخر مني وأكون مثله نظر رضا حوله فوجد الجميع يضحكون ما عدا خالدا خالد ما كانش بيدحك لكن زملاء كلهم كانوا يضحكون والذي قال خالد بقى قال إيه قال لا شيء يضحك ما فيش حاجة تضحك تصرفك غير لائق يا حازم تصرفك غير لائق يا حازم ولماذا تضحكون جميعا وإنتم ليه بتضحكوا فسكت الضحك والتفتت العيون إلى حازم الذي ارتبك الذي ارتبك يعني العيون التفتت لمين لحازم اللي ارتبك وتفاجأ تنفس رضا بعمق وقال أنا أتدرب كل يوم أنا أتدرب كل يوم منذ شهر استعدادا للمسابقة يعني رضا كان بيتدرب على المسابقة إنه يقرأ كل يوم وأرجو أن نفوز جميعا والآن سأذهب لمكتبة المدرسة لأقرأ كتابا جديدا سأل خالد حازما كيف ستشعر إذا كنت أنت رضا؟ خالد بيسأل حازم وبيقول له إزاي هتشعر إذا كنت أنت رضا وأساء إليك صديقك يعني لو أنت في مكان رضا وصديقك أساء إليك هيكون شعورك إيه؟ فكر حازم وقال سأغضب جدا قال له خالد هل أنت سعيد وراض عن تصرفك الآن؟ هل أنت سعيد وراض عن تصرفك الآن؟ هل أنت سعيد وراض عن تصرفك الآن؟ يعني خالد بيوجه حازم وبيقول له أنت مبسوط كده بتصرفك هذا حز حازم رأسه بالنفل يعني لا مش مبسوط أكمل خالد أنت لاعب متميز يعني بيجيب له صفة كويسة فيه أنه هو متميز في لعب الكرة لأنك تتدرب جيدا يتدرب على لعب الكرة فأصبح لاعبا جيدا ورضا قارئ متميز لأنه يقرأ كثيرا يعني حازم بيتدرب كويس في لعب الكرة ولذلك أصبح لاعب جيد ورضا قارئ جيد متميز لأنه يتدرب على القراءة كلنا متميزون وكلنا مختلفون يعني كل واحد متميز في شيء معين بعد الفسحة مد حازم يده ليصافح رضا بعد الفسحة حازم مد إيده عشان يسلم على رضا وقال لقد تصرفت بشكل لا يليق يعني أنا تصرفت بشكل لا يليق سامحني وأتمنى لك التوفيق في مسابقة القراءة يا صديقي فصافحه رضا وقال له وأنا أقبل اعتذارك صفق التلاميذ جميعا لهما في سعادة وحماس فصافحه رضا وقال له وأنا أقبل اعتذارك يعني رضا قبل اعتذار حازم صفق التلاميذ جميعا لهما في سعادة وحماس التلاميذ سقفوا أو صفقوا وهم سعداء ومتحمسون الأنشطة النشاط الأول عبر عن نفسك هنا أنا أستطيع وهنا أنا أريد أن أنمي مهارة هنا أنت هتكتب الأشياء اللي أنت تستطيع أنك تعملها وهنا الأشياء المهارات اللي أنت عايز تنميها في نفسك هتقول مثلا أنا أستطيع أن أنا أستطيع يعني أنا أقدر أنا أستطيع أن ألعب الكرة أنا أستطيع الرسم أنا أستطيع القراءة هنا أنا أريد أن أنمي مهارة مهارة السباحة أنا أريد أن أنمي مهارة السباحة مهارة ركوب الخيل مهارة الجري وهكذا هنا نشاط الثنين ابحث عن الكلمات الآتية عندنا كلمة حماس تدرب مرتبك ثقة شكرة كلمة حماس هندور عليها هنا هنلاقيها هنا حماس وهنلونها باللون الموجود هنا اللون الأحمر حماس تدرب فين كلمة تدرب أهي تدرب تدرب هنلونها باللون الأخضر مرتبك فين كلمة مرتبك أهي مرتبك مرتبك كلمة ثقة فين كلمة ثقة أهي ثقة ثقة نلونها باللون الأصفر ثقة شكرة 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 هنلونها بهذا اللون يبقى كده طلعنا كلمة حماس تدرب مرتبك ثقة شكرة لاحظ وتعلم ارسم دائرة حول الإجابة الصحيحة كلمة مشاركة هنا مبعثرة وهنا مرتبة سوف نضع دائرة حول الكلمة المرتبة مشاركة 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 ميم شين ألف را كاف تا مربوطة مشاركة كلمة كتابي كاف تا ألف با يا كتابي هنا نضع الدائرة كلمة مدرسة ميم دال را سين تا مربوطة مد را ست هنا مبعثرة وهنا مرتبة نحط دائرة هنا مد را ست النشاط اللي بعد كده يقول كون كلمات من الحروف الآتية ثم ضعها في جملة مفيدة هنكون كلمات من هذه هنكون كلمات من هذه الحروف تا با را دال ميم كاف ممكن نكون كلمة بدر با دال را بدر وكمان كلمة دب دال با دب دال با وكمان كلمة كتبا كا تا با كا تا با النشاط بيقول ارسم دائرة حول الحرف الاول لكل صورة الصورة هنا صورة دب يبقى الحرف الاول حرف الدال الصورة هنا صورة تفاحة يبقى الحرف الاول حرف التاء تاء تفاحة هنا صورة قطار يبقى الحرف الاول صورة يبقى الحرف الاول حرف القاف قطار قاف أكمل الكلمات بالحرف الناقص هنا الحروف ألف، قاف، سين، زي أصدقاء الحرف الناقص هنا يبقى حرف إيه؟ قاف أصدقاء مدرستي الحرف الناقص هيبقى حرف السين مدرستي تشارك الحرف الناقص هنا يبقى حرف الألف تشارك متميزون الحرف النقص هنا يبقى حرف الايه ازاي متميزون النشاط اللي بعد كده ضع كل كلمة في المكان المناسب الكلمات اللي عندنا اهتموا فضول يشاركوا اهتموا فضول يشاركوا الجملة الاولى فريد ألعابه مع اصدقائه هيبقى يشاركوا يشاركوا فريد ألعابه مع اصدقائه الجملة الثانية لدي ايه لدي فضول يعني حب استطلاع عايز اعرف لدي فضول لأعرف الاجابة عن السؤال انا العب مع قطتي واهتم بها واهتم بها وكده حبيبي نكون خلصنا درس مسابقة القراءة ومع الدرس القادم ان شاء الله اللي هو درس انا استطيع اترككم في رعاية الله وحفظي لكن ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك ويتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل درس جديد اعمله وما تنساش ايضا تديني لايك للفيديو او تقول لي رأيك ايه في الفيديو وايضا ما تنساش تعمل شير للفيديو تشير الفيديو الى حبيبك واصدقائك واولياء الامور عشان تعم الفايدة وتنشر الخير واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي اشتركوا في القناة